في الكلفة النفسية للتنمر الإلكتروني وبروفايل المتنمر واش مريض واش معقد واش خصو علاج واش فقط عنده مشكل عنده علاقة بتربية نبدأ بالكلفة النفسية باش الناس تزيد تفهم و تزيد تحس بالخطورة ديال هاد الامور دبال الكلفة النفسية ديال التنمر أو من يحصل له هذا التنمر بداية هو هاد التنمر هذا في ظل غياب التحيين القانوني والمواد القانونية اللي واضحة ومبنية ومستطرة بأنها ها هي الأشكال وها هي ما يمكنش لنا حتى إن أرضنا أن نربي على تجنب التنمر ما عندناش الأمور واضحة فبالتالي هو ليس يعني واحد النوع من انتقاس الحرية ولا أن الإنسان ما تخليش له الحرية في التعبير في أن يعبرها مثلا في الصفحات ولا في التعالي غير على مستوى السياسي يقع تنمر راك نشوفوا مثلا في صفحات معينة وفي أخبار معينة السب والقد في الوزراء وفي السياسيين كل نهار هذا نوع من التنمر واش ما كيحققش لهذاك الإنسان ولا الفنانة مثلا خصا لمشاهر في الصفحات ديالهم وهذا كين واحد نوع كبير من السدفة على مستوى التعاليق إلا غنجي ونشوفوا الكلفة النفسية أكيد هو واحد أولا البنية النفسية ديال كل إنسان في تحمل هذا التنمر ماشي في حال في حال تختلف بنياتنا النفسية يعني مختلفة جدا كين هناك من هو أصمر اللون من غير تقلوا مثلا أصمر ولا هذا عنده عادي وكين من غير تقلوا غير اللفظ أصمر اللي هو وصف عادي غير يحز في النفس دياله فنقيسوا على هذا واحد المجموعة من الأمور من كتمشي أن تطمر على إنساني على مستوى شكله هذه نفاة طويلة هذه شعرها كذا هذه كديرة كتشبه لكذا هذا وتتعطى حتى مسميات وألقاب لشخصيات معينة سواء عامة كيفما قلنا أو خاصة في نهاية المطاف هذه النفسية لهاد الإنسان راتصل في كثير من الأمثلة تحدد حمزل على الانتحار من غير الاكتئاب ومن غير نقوله نهاية البت ديال الاكتئاب بعدما يتصاب الإنسان بالاكتئاب ويتصاب بالطرابات نفسية معينة ليصعب عليه أن يتعامل بها ويعيش حياته بشكل طبيعي سيصل في نهاية المطاف إلى أن يرى بأن العالم أسود خصا أنه مني كان وصلوا لنهاية مثلا مصار فنان معين هناك من الفنانين حتى على مستوى العربي من اعتزلوا بسبب التنمر قال أنا ما قادش على هذه الهجامات هذه بهذه الشكل هناك من السياسيين من كان قرار المغادرة دياله للساحة السياسية سواف المغرب ولا غير المغرب هو سبب التنمر ديال الناس عليه سواء لطريقة كلامي ولا المنطقة اللي جمع منها واللكنة اللي كيتكلم بها أو كذا فإلى في غياب إحنا نقوله بأن المقاربة الزجرية غير كافية وبأن الأدى النفسي هو حصل راتذك الأدى النفسي اللي يختلف من شخصين إلى شخص وفي نهاية المطقة حصل لأن الإنسان أكثر ما يمكن أن تقدر تتمسوه بزيف ديال الأمر تقدر تتمسوه في المال دياله ويذووز هالك ولكن باش تتمسوه في شخصه وفي كرامته وفي الحياة دياله كي يصبح الأمر الصعب ترجمة نانسي قنقر